الليكم أصدقائي متابعي قناة الكورة الزهبية رجعنا لكم فيديو جديد وأخبار جديدة بصراحة فيديو اليوم ننبلش بخبار سيء يعني أخبارنا الرياضية أو كورتنا السورية دائما الأخبار ما أنا متساوي يعني نعمل فيديو أخبار حلوة بعد شوي بيطلع خبر سيء الخبر المحزن يلي بنحكي عنه بداية الفيديو هو اعتزال خالد حاج عثمان اللعب دوليا بعد تصريحات أب عبدو بالمؤتمر الصحفي والله ما نعرفان سميك أب عبدو أو سميك أب بدر يعني بلجت تغير لك أو بلجت غير رأيه بكلمة أب عبدو أو بتسميت أب عبدو فيديو اليوم رح نحكي عن السبب الحقيقي ليش اعتزال خالد حاج عثمان معه حق أو ما معه حق بالإضافة لدعوة المحترفين السوريين لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإمارات ونحكي عن قائمة نهائية لمنتخب الإمارات يلي رح يواجه منتخبنا الوطني وغياب عليه مبخوت نفوت بالتفاصيل عملونا لايك كومنت فعيز زر جرس واللي عم يحضرنا وما اشترك تمنى يشترك بالقناة خلينا نفوت بالتفاصيل خلينا نحكي بالخبر الأهم يلي هو عبر الصفحة الرسمية صفحته الرسمية على الفيسبوك خالد حاج عثمان كان عم يعلن اعتزاله دوليا وكان عم يكتب يقول أنه لأسباب خاصة أسباب عائلية بعد دعوة للمنتخب كلنا بنعرف اليوم دارة منتخبنا الوطني باشرت بدعوة اللاعبين لمباراة الإمارات ومن ضمن اللاعبين أكيد خالد حاج عثمان أحد الحراس كان يقول أنا عندي ظروف عائلية وراح اعمل فيديو خاص اعرضه عبر الفيسبوك واحكي أسباب اعتزاله دوليا بالفيديو رح يحكي أنه حاليا أنا صعب مثل منتخب باعتزال وبتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وللجماهير السورية بس أنا رح ادعم خالد حاج عثمان بهذا الفيديو لحتى نحن خليه تراجع عن قرار الاعتزال ليش؟ لأنه هو اعتزاله دوليا ما لأسباب خاصة لو حكي أنه لأسباب خاصة أو أسباب عائلية أو عنده أسباب قهارة أنه ما يشارك مع المتخب نعرف أنه خالد حاج عثمان من الأول كان عنده رغبة تمثيل منتخبنا الوطني وكان عنده رغبة أن يكون الحارس الأول بس بعد التصريحات أبعده أو أبدر ما بعرف أبعده أو أبدر بالمؤتمر الصحفي الغير احترافي يعني بصراحة نحن حكينا بأحد الفيديوهات أنت بالتصريحات ما فيك ما فيك تقول حارس الفلانة أقوى من الحارس الفلانة بغض النظر عن الأسماء كنا نعرف نحن نشوف المدربين عالميين بس يعملوا مؤتمر صحفي ما بيعطوا جواب مباشر تيتا غير محترف بالمؤتمر الصحفي أو فينا نقول بين قوصين إن كان تيتا ما نمتعود على المؤتمرات الصحفية ممكن لأنه مؤتمر الصحفي كله كان فاشل كان غير موافق ولا بأي إجابة حكيت بالفيديو السابق لمجرد يسألوك ويخيروك بين لعبين بين لعبين أنت ببساطة وانت عم تقول هدول مثل أولادة ببساطة فيك تقول من هون لمباراة الإمارات أي حارس بيكون جاهز بيكون أساسي أمام الإمارات وجاهز وأساسي مع منتخبنا الوطني انتهى السؤال وإذا بتلاحظه كابتل نبي السباعك عم يجاوب صحفي قال له يا ريتاك ما سألته السؤال كأنه كان متوقع الجواب من المدرب تيتا يعني ما أبعرف في شي غريب كأنه برياضتنا السورية في فيروس في فيروس فيروس الفساد مين مكان مدرب مين مكان الأسماع نبيل معلول مزار محروس تيتا دائماً عم تضل الواسطة يعني كلنا شفنا كلنا شفنا أنه خالد عائش عثمان أفضل من العالمي بأشواط وكتير في فرق وبيجي بقول لك بالتكنيكا وبيبني الهجم بإجراء ما شفت أنا العالمي في الوقت ما تابعت المنتخب ما شفت العالمي بيمسك الطابق وضربه بيده هيك باس طويل بينما بكأس العرب إذا بتنتبهوا خالد عائش عثمان هو اللي بيبلش بالهجم هو اللي بياخد دور اللي برو اللي يحكي عنه تيتا يعني تيتا بادل أدوار أما هو كان ما بعرف شربان شي أبعدو أبادر شربان شي بالع شي قلينا جلس كاميرا شربان شي بالع شي فيك شي يعني كأنك أنت مبدل أدوار يعني فعلا بالمؤتمر الصحف تصريحات تيتا وخاصة بخصوص الحارس مستفزة فيعني أنا ما بتمنى كان أنه يتسرع طبعا خالد حاجة عثمان ويقرر الاعتزال دولينا بس نحن نحكي عن مشاعر وردة فعل طبيعية حطها لك محل الحارس ردة فعلك طبيعية رح تكون أنا بدي اعتزال خلاص بما أنه أنت شايف خالد شايف أنه إبراهيم عالمي أحسن مني الله يهنيك بإبراهيم عالمي وخليه حارس للمنتخب عبيد بكارتيتا لم يكن موفق بالمؤتمر الصحفي نقطة انتهت وغير احترافي خالد حاجة عثمان معوحة بس توقعاتي توقعاتي يعني أنا بتوقع أنه رح يتراجع عن قرار الاعتزال بتوقع لأنه نحن بحاجته بهالفترة فنحن في دائما من هذا الفيديو رح ندعم خالد حاجة عثمان إن شاء الله بكل فيديو بتمنى بهالفترة بحطوا لي كومنت هاشتاك بدنا خالد حاجة عثمان مع منتخبنا الوطني هلا هو حارس أساسي حارس غير أساسي هذا مو اختصاصي مين رح يكون الحارس الأول خالد حاجة عثمان أم إبراهيم عالمي كمان ما اختصاصي هذا اختصاص تيتا تيتا بوظف اللاعبين هو بتحمل مسؤولي في حال الفشل أو النجاح أنا ما بتدخل قرارات المدرب إنما بعيد ومكرر أنا بعطي وجهة نظر وجهة نظر بتقول خالد حاجة عثمان أفضل من إبراهيم عالمي إنما بتمنى على الأقل يكون موجود مع منتخبنا الوطني وساعتما يشوف الخيارات أمام تيتا المحترفين السوريين خلينا نحكي عن أخبار المحترفين السوريين بصراحة أنا هذا الخبر أول شي كنت أعملوا في فيديو وكنت مبسوط لحد ما نطلع خبار اعتزال خالد حاجة عثمان نزعلنا الفيديو يعني توقعاتها بتقول توقعاتها بتقول إمارات وكوريا الجنوبية ولكل من إياز عثمان محمد عثمان وأيضا محمود المواس وفهد اليوسف إذن هذول اللاعبين تم الدعوتهم رسميا كثير عم تجينا أسئلة إنه رح ينضموا للمنتخب وحكيت أنا السومة أكيد رح ينضم والمواس وهذا تأكيد إنه تم إرسال دعوة لاتحاد عبر اتحاد الكرة السورية لاتحادات سعودة الإمارات العراق وهولندا واليونان الأندية ياز عثمان محمد عثمان محمود المواس فهد يوسف رسميا سيكونوا موجودين أمام المنتخب الإمارات الرسميا هلا في كثيرين بدون يسألوني عن ملهم بابولي ملهم بابولي من المفروض من المؤكد بعد ما طلعت الموافقة أن يكون مع المنتخب بس إلى الآن ما طلع بيان أو قرار بالقائمة الرئيسية يعني ما وصلتنا أخبار عن أسماء اللاعبين ومن ضمنهم ملهم بابولي بس توقع أن يكون موجود مع منتخبنا الوطني إذا كتسألني عم بقى اللاعبين الحد الآن ما عندي يعلم بصراحة هاي خيارات تيتا نرزع من نريد من تكرر خيارات أب عبدو مدري أب بدر سمول بتكون يا في منتخب الإمارات رسمية كأنا عم أعلم عن القائمة الرسمية اللي رح تواجه منتخبنا الوطني مع غياب علي مبخوت علي مبخوت ضاربة الإشاعات إنه عنده إصابة وإنه غير جاهز نفسيا وخاصة بعد الأداء السيئ اللي قدموا في بطولة كأس العرب كنا منعرف علي مبخوت ما رأت له فترة زهبية إنه بالآمن الأخيرة حتى بالتصفيات كان غير موفق خاصة إذا بتشوفوا مباراة الإمارات واللبنان كان عم يهدر أكثر من أربع أو خمس فرص شي مهم إنه يكون علي مبخوت غير موجود أمام منتخبنا الوطني شي السيئ إنه منتخب الإمارات عم يستعد حاليا هو كان عم يعلم شكل رسمي وقائمة رسمية لللاعبين ما عنده مشاكل صح عنده إقالات إنما المدرب موجود بعكس منتخبنا منتخبنا نحن أربعين يوم ما قدرنا نعين مدرب وقت عيننا مدرب طلع بمؤتمر صاحف يخرب الدنيا كان عم يخرب الدنيا المدرب تيتا تصريحات غير احترافية أنا متفاجئ من تصريحات تيتا يا ريت ما عملت له مؤتمر يا لأب بدر يعني ما خلى حدي ما قصفه ما خلى حدي ما شلاله حكى عن خالد حاج عثمان خلىها يا تزيل حكى على عيد تنادي الاتحاد يعني ما خلى شي ما حكى فيه يعني ما بعرف تحسه شربان شي بصراحة يعني ما بعرف أب عبده بتمنى تجلس شوي ترى الشغلة ما فيها مزح ما لأ يعني مزح جلستي حالك شوي لازم نحن نبلش هلا يعني المفروض أنا فيديو اليوم أدعم المنتخب بس أنا شلون دا أدعم المنتخب إذا الحارس أتأزل دولية وعم فيها جميلة لعبة الاتحاد وبتصريحات هون تصريحات هون يعني ما بعرف نحن حتى يعني عبر قنوات اليوتيوب والفيسبوك وحتى قنوات الفيسبوك اللي بتدعم مننتخب الحد الآن ما عم بتلاقي استقرار حتى تدعم ندعم مين مبارح أيانو المدرب وطلع بتصريح خرب الدني أب بدر خرب الدني يا ريت ما عملتولو هالتصريح اكتفوا بتصوير فيديو أسقصوه عن المنتاج يعني صراحة لو المؤتمر مصور بعتقد أنه عن المنتاج كان أسقصوه نص كلامه ما كان طبيعي تيتا خلينا نكون موقعيين مع هيك نحن ندعم المنتخب بس بدنا فرصة لن ندعم المنتخب استقروا شوية جمال حتى نستعد شوية لمباراة الإمارات يعني اليوم نحن إدعى الشهر 12 شهر 27 شهر أمام الإمارات الإمارات استعد خلاص طالع القائم الرئيسي ومستعد لمواجهة المنتخب بانتظار ونحن حد لان عم نتقاتل بين بعضنا ما في مدرب صار في مدرب الحارس بطل هلأ خالد حاج عثمان بطل يعني أتزل بالمشارم حي أنا بيتمنى أنه رح ندعم لحني خالد حاج عثمان بيتمنى أنه بالفيديوهات القادمة ندعم خالد حاج عثمان وانتو بكومندات تدعموا خالد حاج عثمان إن شاء الله رح ندعم خالد حاج عثمان بتمنى بالكومند تحطوا بكومند دعم لخالد الحاج عثمان إن شاء الله بالأيام القادمة أو بالساعات القادمة رح نرجع نشوف خالد الحاج عثمان عم يرجع عن قرار الاعتزال نهاية الفيديو اكتبوا لي بكومنت شو رأيكم بالله عم يصير استدعاء المحترفين السوريين خبر حلو وهذا شيء مؤكد يعني بصراحة هذول الأسماء اللي حكينا هون لازم يتم دعوتون للمضحات بالأضافة شو رأيكم قرار اعتزال خالد الحاج عثمان فيه أشخاص بتقول لك إنه هو متسرع وهذا منتخب وما كل مين زعر لازم يحط حاله ويعتزل لا بس كمان فيه مشاعر فيه حارس فيه كيان يعني بالنهاية هو إنسان هو عنده مشاعر مثلنا مثله بعدين بيجي هو حارس أو كابتن أو بالنهاية هو عنده مشاعر تم التلاعب بمشاعره تم الاستهوان بقدراته بصراحة يعني أنت عم تستهون بحارس كان ممتاز فيه بطولة كأس العرب فوق الممتاز كان فردة فعل أنا بشوفه طبيعية نهاية الفيديو اليوم بتمنى دعم أكتر للقناة لايك كومنت تفعيل زر جرس ولي عم يحضرنا وما اشترك وما اشترك وقنا متمنى دعم تضلوا أخي السلام